أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يكفر من قال بفناء الجنة والنار أو قال بفناء الجنة فقط أو فناء النار فقط والله يا أخواننا أنهاكم عن الدخول في هالمسائل ما لداعي الدخول فيها وإذا كان أحد غلط من أهل العلم ودخل فيها فلا تتبعوا هذا الشيء نحن نؤمن بالجنة والنار نؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين وش فائدتنا أن نتفنى أو ما تفنى هل ندخل فيها ولا أنه فائد من وراء هل أمور هذا وإذا كان أحد من العلم غلط فنحن نترحم عليه ونستغفر له ونترك الموضوع هذا ولا ننشرف الناس نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر